نفدت مدريات الامن حملات مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة رصيف مخصص للمشات فقط وشارع للسيارات دون اشغالات والتعديات تذهب به الى تكدسات تهدر الوقت والمال في الانتظار هدف تسعى الحملات التي تشنها مدريات الامن الى تحقيقه لفرض مزيد من الانضباط بالشارع المصري بالقضاء على المظاهر السلبية وضبط صور الخروج على القانون فضلا عن تحقيق الانتشار الامني الفعال حملات تتواصل على مدر اليوم تأتي بنتائج ايجابية فمن ناحية نجحت في رفع المئات من الاشغالات والتعديات من بعجائلين الى مقاهي ومحلات تجارية فحققت الانسيابية المرورية وظهر الوجه الحضاري لهذه الشوارع وهو ما ادى الى استحسان المواطنين ومن ناحية اخرى ساهمت هذه الحملات في ازالة تعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية تنفيذ للقرارات الادارية الصادرة في هذا الشأن كما انها نجحت في ضبط المخالفات المرورية المتنوعة وتحقيق مزيد من الانضباط المروري الفعال الذي يأتي بالتزام الجميع بقواعد واداب المرور هذا وسوف تتواصل هذه الحملات لضبط كافة المخالفات وكل ما يخل بالامن العام اعلنت وزارة الداخلية ضبط اكثر من 14 الف رواية منسوخة ومقلدة وكتب تعليمية غير مصرح بتداولها خارج وزارة التربية والتعليم داخل احدى المكتبات بالقليوبية معلومات وردت للادارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية افاد قيم صاحب مكتبة بشبرى الخيمة بالقليوبية ببيع كتب تعليمية وروايات ادبية مقلدة ومنسوخة دون موافقة اصحاب حقوق الملكية الفكرية والادبية بمداهمتها تم ضبط اكثر من 14 الف كتاب تعليمي وروايات مقلدة ومنسوخة تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكبي وقاعة اطلاق عيار ناري ومقتل احد الاشخاص بالساحل وسرقة كمية من القطع الحديدية بموقع تحت الانشاء بلاغ ورد لقسم شرطة الساحل بالقاهرة افاد بوجود اطلاق لأعيرة نارية ومتوفى بموقع لاحدى شركات المقاولات اسفل كبر رود الفرج على الفور شكل فريق بحثة نجح في كشف ملابسات الواقع وضبط الجناه الذين ارتكبوا الواقع بهدف سرقة سقالات حديدية من موقع الحادثة وصلنا بلاغ من النجدة بقيام بعض المجهولين يستقلوا سيارة مقرباص بالاستلاق على مسرؤات من موقع انشائي خاص بشركة المقاولين العرب اسفل محور رود الفرج الجديد وتعديهم على غفير الارض باستلاح ناري وصل لمستشفى معهد ناصر متوفي الحمد لله جهود فريق البحثة اسفرت عن ضبط المتهمين جميعا وضبط السلاح المستخدم وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقع في اقل من 24 ساعة واعترفوا بارتكاب الواقع بقصد السر ترجمة نانسي قنقر